النهاردة عايزة اتكلم شوية عن فريق كورة قسل احنا قفلنا ملف الكورة اليد مارح واتكلمنا وقلنا انه لكل جواد كبوة وانه دي مش نهاية العالم وانا لسه مصر على كلامي بعض الناس بتهاجم بعض الناس تقول لك لا ازاي واحنا المفروض نقف ونقطع الدنيا ونبهدل الدنيا ونقول لهم انتو جيل ما ينفعش ويلا اقلب وهتجيل وراوك كأنه مثلا انت بتشتريهم ولا بتجيبهم مثلا من السوبر ماركت تلغي لي يا ابني الجيل ده هتني جيل تاني وكان ان الجيل ده مثلا عمل كارثة لا عادي ما توفقش في مباراة مباراة كانت عبارة عن بطولة وما توفقش فيها وانا شايفة انها مش نهاية الدنيا وانا مصر على كلامي انا دوري هنا مش ال اه يبقى عندي بعض النقد اللي هو النقد البناء اللي هو بتاع خلاص اقفل الصفحة واخد السلبيات وعليكها وشوف كانت مشاكلك ايه في مباراة الاهلي وتفاداها في الماتشاط اللي جاية لكن فكرة انه اقفل على الجيل ده كله خالص وهاتلي جيل بقى من السوبر ماركت جديد عشان الجيل ده مش عجبني عشان خسروا مباراة السوبر الافريكي وخسروا كاس مصر تمهو جاب الدوري والسوبر المحلي والسوبر الافريكي من قبليهم اللي هو كان قبل بداية الدوري على طول وكان في كاس العالم الاندية يعني عامل اداء مشرف ومحترم جدا تمهو كان قبليها جايب ابطال الدوري تمهو طول الوقت بيجيب بطولات افريقية ابطال دوري ودوري وكاسو فخلاص انت خسرت السوبر توحشين يلا الغيلي الجيل ده وهاتلي واحد تاني من السوبر ماركت تهريك يعني تهريك لما تبقى عايز ان دي الطريقة اللي تتعامل بيها مع فريقك وده مش جمهور الزمالك عموما يعني دي قلة قليلة انا مش بحاول ان انا يعني اعتبر ان دول جمهور الزمالك جمهور الزمالك حاجة تانية خالص جمهور الزمالك هو جمهور وفي جمهور طول الوقت بيتكلم في فكرة ان احنا موجودين في الاخفقات والكبوات قبل الانتصارات احنا احنا جمهور الزمالك كده لان انا انا اعتبر نفسي واحدة من جمهور الزمالك احنا جمهور الزمالك كده الفرح والانتصارات على فكرة صحابهم كتير كتير قوي لكن لما تقف وقت الخسارة وتقول لا الجيل ده مش عاجبني اردملي عالجيل ده وانت بتكلموا على جيل بقى عامل ازاي احمد لاحمر وحي الدرع وهندوي وفلفل وهتلر وسيف الدرع ومودي ولوكا وبشير واحمد حسام انت بتكلم على جيل وعلي هشام وقداح ومش عايزة عودة عدة اسماء ووسام ومحمد انت بتكلم على جيل جيل اللي هم القوام المنتخب جيل اللي هم واخدير رابع اولمبياد جيل اللي هم على ارضهم طلعوا من دور التمانية في كاس عالم علشان بس الدنمارك اللي كانت في طريقهم اللي هي بطل اوروبا وبطل كاس عالم وبطل اولمبياد ده اللي وقفهم انه هو يخش دور الاربعة في كاس العالم لكن مفيش حاجة وقفتهم انه يبقى في دور الاربعة في الاولمبياد وحد يقول لي بس ده منتخب مصر اه منتخب مصر بس اللي بيقى فيه 12 واحد منه او 10 على الاقل من نادي الزمالك اللي مش عاجبين حضراتكم اللي مش عاجبين القلة القليلة اللي منتكلم عليهم مش جماهير الزمالك جماهير الزمالك دي انا قلت هي موجودة وحضرة بقوة في الاخفاقات قبل اللي انصارات ولما تكلمني عن فريق جايب سبعة سوبر افريكي بتكلم عن لقب واحد من ضمن بقى القاب كتير دوري وكاس وبطولة افريكيا الابطال دوري وبطولة افريكيا الابطال كاس وكاس عالم الانديه لو هكلمك عن حاجة واحدة اللي هي كانت مبارح هكلمك زي ما انت بتكلم كده ان انا باخد بالقطعة هكلمك عن السوبر الافريكي فريقك اللي مش عاجبك اللي واقفت انتقده النهاردة وتهد فيه بالشكل ده فريقك ده واخد سبعة سوبر افريكي في حين ان المنافس امبارح حصل على السوبر الافريكي التاني في تاريخه مع كل احترامي وتقديري لكل فرق مصر وكل فرق الكارة لكن انا بس بوريك فريقك اللي انت واقفت انتقده ده عامل الزي طيب خلينا نقفل ملف الهاندبول لانه مش محتاجين ان انا دفع عنهم ولا غير يدفع عنهم هم تاريخهم وانجزاتهم وبطولاتهم بتدفع وتتكلم عنهم خليني اتكلم معاكم النهاردة شوية عن فريق كرة السلم لانا عندي حلم نتفاقل كده تجاه وانا انا في عز ما هم كانوا بيخسروا في الدوري وبيخسروا في الكاس ولكن الدنيا ماشية معاهم الحمد لله في بطولة افريكيا برضو هنفضل وراه وبردو هنفضل نقول احنا وراكم لحد ما ترجعوا المصاري الصحيح اللي مخليني متفاقلة شوية رجوع مهابي ياسر مع عاصم مرعي مع قريدي ان التوليفة بتاعت المحترفين مع انس اسامة عمر هشام وكيجو واسلام سالم وهمت كل الناس عشان ما عودش عد يعني وقدهم عصموا كل الناس التوليفة دي قريدي كويسة فلما تحط عليها كمان عاصم مرعي ومهابي ياسر لازم تبقى متفاقل وان شاء الله اللقب الافريكي في نادي الزمالي وان شاء الله مش عشان انت ما حلفكش الحظ في الدوري والكاس اوه عندك مشاكل كتير محتاج ان انت يكون فيه دعم بلعيبة كتير والادارة شغالة على دا من دلوقت مش لما الموسم ينتهي شغالين على دا زي ما شغالين على كل الفرق الدرجة اولى رجال وسيدات وكمان فرق المرتبط والناشئين وكل حاجة ولكن النهاردة كل ما يخسروا افتكرة اقول بس احنا لازم نفضل وراه بس انا هنا في البرنامج لازم افضل وراه لان دول اللي جابونا السنة اللي فاتت دوري سوبر وافركي فلما يمروا بكابوة او يبقى عندهم بعض المشاكل او محتاجين دعم في بعض المراكز فمش محلفهم التوفيق السندي اه بقول لهم خلي بالكو ده تشيرت الزمالك خلي بالكو ده كل مباراة بتروح منك بتضيع من مسارتك انت السيفي ده بتسطره عشان قدام هتحكي لولادك واحفادك عشان قدام هتقدمه وانت رايح تشتغل ككادر اداري وفني اه بنقعد نقول كل الكلام ده لما الكابوة بتطول اه بنقول لهم بنقول لهم بس بطريقة فيها انتقاط بناء فيها انه يا جماعة وقفة مع النفس يا جماعة انتفاضة من اجل انفسكم قبل نادي الزمالك كمان من اجل نفسك الاول والسيفي اللي حضرتك بتسطره النفس بنتكلم معهم كده بس فكرة انه اصلنتوا استهتار اصلنتوا لا انتوا مكنتوش على قدر المسئولية في الملعب اصلنتوا مستهترين اللغة دي انا بحبهش يعني ما بتعجبنيش اخر هي مكسب وخصارة خليك فاكر ان فريق الفولي ده قاعد خمس سنين ما بياخدش بطولة واحدة اربع سنين السنة اللي فات خد الكاس السنة دي خد الدوري وكاس لما كان فيه دعم من الادارة فيه وقوف وراهم من جانب الجماهير فيه 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 في ضنة وراهم في ضنة نعرف طب انت مشكلتك فين طب انا معلفتش عليك السنة دي عليك السنة جاي طب انت الدنيا فيها ايه بس احنا وراكم بس احنا بندعمكم عشان ده الطبيعي لكن فكرة اردم لي عجيل ده ونزل جيب لي واحد غيرهم السوبر ماركت انا ده مش عاجبني ما بفهموش الطريقة دي انا بفهموش دي للغة رياضة ولا تعلمناها في رياضة ولا نعرفها ولا جباهير نادي الزمالك اساسا بتشتغل عليها كلها قليلة بقى عادين مع نفسهم كده ربنا معيهم الجهاز الفني عنده اسرار كبير جدا جهاز الفني الكرة السلة طبعا عنده اسرار كبير جدا انه يفوز بطولة افريقيا الان ده وانه يحافظ على اللقب خصوصا بعد تعصرهم في الفوز بالدوري او كاس مصر تدريبات اللاعبين حتى فيها اسرار غير طبيعي وتركيز عالي جدا وده غير التدعيمات اللي الفريق او اللي في الفريق حصلت اللي قريدي المحترفين وقريدي توليفة اللعيبة اللي عندنا مع عاصم مرعي مع مهاب ياسر تحس ان التوليفة بقت تدعو للتفائل ان شاء الله الزمالك قادر انه يفوز بالبطولة ويصالح الجمهير زي ما عمل الموسم اللي فات بالفوز ببطولة الدوري والبطولة الافريقية ليه لا احنا عندنا تاريخ كبير اوي بيدينا دافع في البطولة كمان السكواد اللي موجود في لعبين كبار عندهم خبرات كبيرة جدا جدا عندك كان مشكلة في بعض المراكز بنعليكها بوجود المحترفين في البطولة الافريقية بنعليكها بوجود عاصم مرعي ومهاب ياسر مع التوليفة اللي قردي والنجوم اللي عندك فانت ما عندكش تخوف الناس ظهروا بشكل محترم جدا في الأدوار التمهدية كمان عايز اتكلم عن حاجة يعني طبعا ده بالنسبة ليه كرة السلة والكل الفرق داخل نادي الزمالك ليكم اننا كل الدعم ليكم اننا كل المسندة والتقدير وهنفضل طول الوقت ده اللي بنعمله علشان ده دورنا وعلى فكرة انا ببتكلمش عن فرق نادي الزمالك بس حتى لما بيحصل تعصر للمنتخبات بطلع اقول نفس الكلام حتى لما بيطلع تعصر حتى المنتخب الكورة بنطلع نقول نفس الكلام انا بكره الفكرة بتاعت عاش الملك متى الملك انا بكره الفكرة بتاعت انه انت النهار ده كسبت انا هطلعك سابع سماء انت النهار ده خسرت حتى لو عندك تاريخ كبير وراسيد كبير انا هنزلك سابع قارض لا دي عمرها كانت الرياضة ولا دي عمرها كانت الروح الرياضية ولا دي كانت عمرها المعاني الحلوة اللي بتديهنا الرياضة لو انت فاهم يعني ايه الرياضة لو عارف مفهوم الرياضة عن حق انك اصلا الرياضة دي حاجة بتهز بالروح بتخليك طول الوقت بتتقبل فكرة المكسب والخسارة بتتقبل فكرة الخسارة كمان قبل المكسب هي دي الرياضة لو قفت عند كل خسارة تغلط وتشتم وتنتقد وتبهدل فرقتك وراسيد كبير ايه يعني ايه عندكو عندنا رسيد كبير انا مش فاكر لك حاجة خالص يعني ايه كوماندو زليال انتو مين مين صناع السعادة تنجرس انا مش فاكركم عارف الجو ده يعرفك انك فعلا مش عارف يعني ايه مفهوم الرياضة اكبر فرق في العالم تعالى تفرج على بارشلونة وريال مدريد وكل الفرق اللي انتو بتقعدوا تتفرجوا عليها بمنتهى الشغف دي تفرج عليهم مجاش على ريال مدريد كان بيخسر رقم غير طبيعي مجاش على بارشلونة لما خسر من بارميونيك 8-1 ولا 8-2 البرازيل لما خسرت 7 ما بتتفرجش على الفرق دي اللي احنا متيمين بيها الله البرازيل الله بارشلونة الله ريال مدريد الحلم الفرق الفضيعة اللي بنحلم بيها وبنتمنى ان احنا نروح اسبانيا عشان نشوف الاستادات وغرف الملابس بتاعتهم واللعيبة والتمثيل حتى بتاعت اللعيبة مش اللعيبة نفسها على الحقيقة وكل الكلام ده ما هم بيتعصروا وبيخسروا مين ينسى نتيجة بارشلونة و بارميونيك لما خسروا 8-2 مين ينسى اليوم ده خلاص خلصت اسطورة بارشلونة كده ويردن بقى على بارشلونة طلعلي نادي تانية شجعه انا مش عجبني النادي ده طلعلي جيل تاني انا مش عجبني الناس دي خالص مفيش الكلام ده هو ده حال الرياضة هو ده حال الدنيا عموما up and down يعني مفيش انت مفيش مفيش دايما دنيا هتفضل طول الوقت up ولا طول الوقت down مفيش الكلام ده هو ده حال الدنيا وبالتالي ده حال الرياضة خليني اروح لحاجة مباشرة جدا كانت الاسبوع ده في الرياضة المصرية وهو إن إحنا حققنا عدد محترم جدا من الإنجازات سلسلة بقى الإنجازات اللي ما شاء الله إحنا موجودين فيها وبقوة وده نتيجة يعني كل حاجة بتوفرها القيادة السياسية والقائمين على الرياضة في الدولة من تزليل الصعوبات وتوفير كل حاجة للرياضيين والتعامل مع الرياضة والرياضيين وكأنها من أهم أولويات القيادة السياسية والدولة فطبيعي لما يبقى فيه كده فهيبقى فيه إنجازات زي اللي بتحصل في الجودو والسلاح والسكواش عودة رفع الأسقال اللي مستنينها بقوة خاصة إن إحنا افتقدناهم في أولمبياد توكيو ومستنينهم بفارغ الصبر في باريس 20-24 مستني منه على الأقل مدليتين